في هذا الفيديو سوف نقوم بإذن الله بجولة في فيلا الفنانة المغربية الكبيرة الراحلة خديجة أسد أولا قبل المشاهدة نرجو منك الضغط علامة إعجاب لهذا الفيديو والدعاء بالرحمة والمغفرة للفنانة الراحلة خديجة أسد رحمها الله في هذا اليوم واسكان فاصيح جنته حيث كانت تعيش برفقة شريك حياتي الراحل عزيز سعد الله وتوفيت الفنانة القديرة خديجة أسد اليوم وذلك عن عمر يناهي السبعون عاما بعد صراع مرير مع مرض سرطان الذي ظلت الراحلة تصارعه منذ وفاة زوجها الراحل عزيز سعد الله الذي توفي عام 2020 بعد صراع مع نفس المرض العين وكما نشاهد هذه الفيلا الفخمة المتواجدة دواحي الدار بيضاء كانت تعيش الراحلة خديجة أسد رفقة شريك حياتها عزيز سعد الله وذلت خديجة أسد تعيش إحزانها وذكرياتها مع الراحل في هذه الفيلا حيث التحقت روحها بجوار ربها يوم الأربعاء بعد صراع مرير مع مرض سرطان وحسب ما ذكرت صحافة المغربية الزوجين سعد الله عزيز وخديجة أسد اقتنى هذه الفيلا بمنطقة بوسكورا دواحي الدار بيضاءه بمبلغ دير بستمائة مليون سنتيم إضافة إلى تلاش ألاف ديرهم شهريا كواجب للسنديك تتوفر هذه الفيلا على كل أساليب الرفاهية وتطل على ملاعب ريادية ومساحة خضرائه فضلا عن نوادي ريادية ومطاع فاخرة وغيرها لا يسعنا سوى أن نرفع كفوفنا للعلي القدير أن يتغمد الفنانة المحبوبة خديجة أسد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فصيح جنته وإن لله وإن إليه راجعون